في ستين دقيقة مرحبا بكم الناس الكل للموضوع اليوم ندار على مواقع التواصل الاجتماعي هو بطاقة دعب السجن في حق أحد رجال أعمال الجهة رفقة ابنه شنية الأسباب نحكيه في الموضوع توتشويت الضيفنا في المباشر وكلا للجمهورية المتحدث الرسمي بسمحك من ابتداية باسفاق سواحد سيدة شم بن عيد مساء نور سيشان محلو سهلا مرحبا بك مرحبا بك واختداء مرحبا بمجتمعين ديونة ثانية شكرا نفضلك بطاقة دعب السجن عليش اليوم رات النيابة العمومية نلابدأ من الاحتفاظ برجل الأعمال وامنه في سفاق وشنية القضايا وشنية التهم الموجهة له القضايا تتنسل أنه في مطاق مراقبة مصالح ديونة لعمليات توريد لبضاعة الموض من أحدى الدول الأوروبية ومن أحدى دول أمريكا الجنوبية والتي تقوم بها أحدى الشركات المختصة في الاستيراز والمنتصة بمدينة الساقص تم اكتشاف عملية تلاعب في الأثنان المصرح بها للبضاعة المعنية عند أدخالها عبر مصالح الدوانة التنسية وهذا التلاعب يتمثل في الترفيع في قيمة ثمن البضاعة الموردة مقارنة بثمن شرائها الحقيقي من بلد المنشأ تم إجراء الأبحاث أبحاث معامقة في الغرض وتحليل الوسائق المتعلقة بعملية التوريد والفاتورات وتأكد وجود تلاعب في الأثنان على هذا الأساس تم تحرير محظر في الغرض من قبل إدارة الأبحاث الديوينية ثم وبعد استفاءة الأبحاث تم تقديم صاحب الشركة وابنه بصفتهم المسيران للشركة وارتأت نيابة العمومية إصدار بتقدار حقهما وإحالاتهما على أنظار المجلس الجناحي بالمحملة السبعية لمقاضاتهما من أجل الجرائم المنسوبة إليهما والمتمثلة في التوريد بدون أعلام لذبعها والناتج عن تصريح المغلوط في القيمة باستعمال وزائق خير صحيحة وحلاص عملية التوريد من الخارج على خلال الصياغ القانونية وتم الاحتفاظ بها بصدار بطاقة تحتفاظ مش بطاقة إداء احتفاظ إداء إداء من النيابة العمولية والآن هم محلين على أنظار المجلس الجناحي للمحاكمة لمقاضاتهما من أجل التغامل من الصوبة إليهما زوز بطاقات إداءة بالسجد في استيراد مادة الموز نذكره هكذا أو لا؟ بغضبطية واضح شكرا نفضلك سيدة شامل عياد وكيل الجمهورية المتحدث الرسمي بسمحك برابتدائي بسفاقس واحد شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمت هنا نوصل معكم لقنا مرحبا بكم شكرا للناس تتواصل معنا شكرا للمشاهدة